عقدت صباح اليوم لجنة الفنية لإدارة وتسيير البنية التحتية الريفية والرعوية بالخلية الدائمة عقدت اجتماعا للتشاور والتفاكر من أجل المصادقة على تمديد خطة عمل المشروع هارون أبا أدم والتفاصيل تعد البنية التحتية هي الخطوة الأولى في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق الرفاهية الحضرية ولما تقدمه من خدمات أساسية للعالم الريفي فإن الحكومة الشادية وبدعم من البنك الافريقي للتنمية أسست مشروع البنية التحتية الريفية والرعوية والترحال والذي كان من المقرر أن تنتهي فترة عمله في منتصف هذا العام إلا أن الأهمية القصوى التي تكمن في هذا المشروع دفعت البنك الافريقي للتنمية إلى تمديد المشروع حتى ديسمبر عام 2017 وذلك من أجل تنفيذ المشاريع المدرجة في خارطة عمل المشروع والتي تتمثل في تشهيد المؤسسات المدرسية والمرافق الصحية والمراكز الخدمية الأخرى كوحدات إنتاج الألبان ومشتقاتها وإن تنفيذ هذه المنشآت سيساهم دون أدنى شك في تحسين شروط حياة الرعاة والمنتجين الريفيين نهاية الأجل سيساهم دون أدنى شك في تحسين أدنى شكل شك في تحسين شك في تحسين شك في تحسين أدنى شكلouth أنا أشعر وحاليا وحاليا يوم لمانا يوم 27 شهر وحاليا نفسه في 72 في المئة وحاليا هذا المهمة المرواي القطاع الريفي يعتبر من أهم القطاعات الداعم لتكامل وربط مقاومات الاقتصاد الوطني بحيث أن أفضل الدول والأكثر تقدما تلك هي التي استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتية لصالح العالم الريفي